قامت محافظة كفر الشيخ بتقديم دعم كبير للمزارعين من خلال توفير أدوات انتاجية جديدة لزيادة مساحات الأراضي الزراعية وأعلنت عن منح عشرين عقد تقنين للفلاحين بمناسبة حصاد الأرزة فضلا عن تسليم آلات زراعية أخرى بمناسبة عيد الفلاح قامت محافظة كفر الشيخ للمزارعين أدوات انتاج تساعدهم في عملهم وزيادة رقعة مساحتهم الزراعية وحرص محافظة كفر الشيخ على منح الفلاحين في حصاد الأرز عشرين عقد تقنين وتسليم آلات زراعية لعدد آخر من المزارعين بمناسبة عيد الفلاح أكدت على تواجدي في أوساط أهلينا وأبنائنا من فلاح ومزارع كفر الشيخ عشان أن أحتفل بهذا اليوم الجميل ونفتتح رسميا موسم حصاد الأرز الرسمي فعالية الجميلة ونشاهد الحصاد ثم كبس أش الرز لأن احنا كلنا كدولة مهتمين جدا بالاستفادة من أش الرز وطبعا منع حرقه تماما واستخدامه سواء كعلف أو بيعه المهم الفلاح يستفيد من كل ما يخرج من هذه الأرض الطيبة رز بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ هو المحصول الرئيسي ومثل تلتم ساحة المنزارع في الجمهورية في الإنتاجية وإحنا دلوقتي جنب صنف 104 وصنف 104 عن الإنتاجية وصنف من الأصناف اللي هي ما بتحتاجش فترة إضاءة طويلة قصير العمر كما تفقد المحافظ مزرعة للبيض مؤكدا أن الزيادة الإنتاجية في المزرعة تحدث ثباتا في سعر واستقرار السوق وتتمتع محافظة كفر الشيخ بمساحة مزروعة من الأرز تبلغ 249 ألف فدان بعدد من الأصناف وأهمها صنف سخة 104 وصنف سوبر 300 ومن أهم مميزات هذه الأصناف قصر مدة الزراعة مما يوفر كميات من مياه الري محصول الرئيسي إن شاء الله موسمنا ومن فدان بيجيب له ثلاثة أو نص أربعة وإن شاء الله بإذن الله بناخذ الجش وبنستعمله لعلف البهايم وتشتهر محافظة كفر الشيخ بزراعة الأرز وتمثل ثلاثة وثلاثين وخمسة من عشرة في المائة من إنتاج الجمهورية ترجمة نانسي قنقر